افتتح معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية على همش اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي وأكد لمسلم على أن تبني المواقف الموحدة تجاه القضايا والموضوعات التي تحظى باهتمام الدول العربية يعتبر انعكاسا رئيسيا للدور الذي تؤديها البرلمانات والمجالس التشريعية مشيدا بالعطاءات المتميزة التي يقدمها رؤساء وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية لتعميق جهود البرلمانات العربية نتقدم بالشكر لشقانا في البحرين على حسن الضيافة وكرم الاستقبال وحرصة الدول العربية جميعا بممثليها من رؤساء البرلمانات والوفود أن تتواجد هنا في مملكة البحرين لإنجاح هذه الخطوة الإيجابية وتعتبر الاستضافة الخامسة لدولة العربية لاتحاد البرلمان الدولي تحدثنا في الهيكلية الإدارية لتمثيل المجموعة العربية في البرلمان الدولي وأيضا ناقشنا البندطارة الذي سيعرض باسم المجموعة العربية الذي يتعلق بتجريم وتحريم الاعتداء على المقدسات الدينية وهذا إجراء تفقت عليه الدول العربية جميعا تم ملء الشواغر في المواقع الشاغرة في الدجان الدائمة لهذا الاتحاد وأيضا جرى بتوافق ولم يجري أي تصويت هذا موقف مهم جدا من قبل المنظومة العربية أن تتوافق بالإجماع على كل المرشحين مرة أخرى نحن نشكر مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا ونثمن هذا الدور الكبير ونشكرها أيضا على حسن الضيافة والاستقبال وإن شاء الله دائما إلى الأمام